الآن نستطلع أجواء الزيارة الأربعينية مع شبكة مراسلية الإخبارية معنا من كربلاء المقدسة حسن الحنى ومن النجف الأشرف منتظر الشريفي كما سينضم معنا من طريق الزائرين في بابل علي الجميل أرحب بالجميع وأبدأ معك حسن كيف يبدو المشهد في المدينة المقدسة في كربلاء المقدسة مع تقادم الساعات حتى الوصول إلى الذروة حسن تفضل نعم كربلاء الآن تشهد كثافة كبيرة من الزائرين في هذه الساعات أعداد غير مسموقة وصلت إلى مدينة كربلاء المقدسة وما زالت تدفق هذه الحشود المليونية صوب مرقد الإمامي العباس والحسين عليه السلام لأداء زيارة الأربعين هذه الحشود الآن تمرس الطعقوس الدينية والشعار الحسينية ومئات المواكب الحسينية الآن تدخل المراقد المقدسة بتنظيم عالي من قبل عتبات المقدسة وإدارتها ملاكاتها لدخول هؤلاء الزائرين لأداء الزيارة وتوفير الأجواء المناسبة وتبريد الشوارع التي تنتشر عليها منرشات أو ما شابه ذلك لتخفيف شدة الحار في هذا المكان لشدة الزخم الكبير الذي حاصل في مركز المدينة إضافة إلى ذلك هناك إجراءات حكومية تقوم بخدمة الزائرين لنقلهم من المراقد المقدسة القريبة من الساحات الإركاب زميلي هناك آلاف المركبات لغاية الآن تنقل الزائرين على مدار الساعة أضافة إلى ذلك 28 ألف موكب يقوم بتقديم الخدمات للزائرين الطعام والشراب والإيواء هذه الجهود استثنائية تبدلها كربلاء المقدسة مع إسناد حكومي كبير من الحكومة الاتحادية من الوزارات الاتحادية تشارك حكومة كربلاء المحلية والعتبات بتسخير إمكانياتها لخدمة الزائرين من نقل وصحة وخدمات أخرى وتوفير مياه وكهرباء هناك أيضا جهد متطوعين آلاف المتطوعين انضموا إلى صفوظ القوات الأمنية والعتبات المقدسة بالتبتيش والتنظيم وهذا جهد كبير في هذه الزيارة الغير مسبوقة أعدادها في هذا الموسم طيب هل سجلت حسن بعض الصعوبات في مسألة تأمين النقل أو الخدمة بشكل عام وحتى نتحدث عن مسير الزائرين هل كان يسيرا حتى نتحدث عن زيارة لربما تشهد أعدادا غير مسبوقة نعم عملية نقل الزائرين هناك ثلاث مكانات محور بغداد وبابل والنجف هناك منطقة سيد جودا يتم نقل الزائرين منها ومنطقة باب طواريج وقنطرة السلام وأيضا حي العباس هذه المناطق قريبة جدا تبعد عن المرقد الشريف تقريبا كيلومتر وهذا قريب على الزائرين تختلف المعاناة عن النوام السابقة قلت هذا العام لكن هناك عجلات مكشوفة لغاية الآن تلقى الزائرين لكثابة الزائرين ولم تكفي السيارات التي تم تخصصها من الوزارات الاتحادية لنقل الزائرين هناك توجيه بإشراك هذه العجلات المكشوفة من زارة التجارة ووزارات الأخرى رغم توفير أساطيل من الحافلات في نقل الزائرين وإركابهم لكن هذه العجلات ما زالت مستمرة بنقل الزائرين إضافة للقطارات 20 قطار يشارك في ثلاث محاول رئيسية لنقل الزائرين وهناك جهود استثنائية تبدلها أصحاب المواكب في خدمة الزائرين ولا ننسى أن هناك جانب كبير أكثر من ألف صحفي وأعلامي يقومون بنقل المراسيم في كربلاء المقدسة تقطيع زيارة الأربعين لنقلها إلى العالم 23 أس أن جي تنقل بالبث المباشر للعالم على مدار الساعة يريد جهود موجودة إلى جانب الخطط الأمنية والأخرى الخدمية منتظر الشريف نتحدث عن النجف الأشرف عن محطة مهمة للزائرين سواء من داخل العراق أو خارجه وإن كانت كفة الزوار الذين يأتون من الخارج تمثل المحافظة لهم محطة مهمة حتى الوصول إلى كربلاء المقدسة نستطلع من خلالك أجواء المدينة بشكل عام منتظر نجاح مساء الخير عمليا ما زالت النجف الأشرف وهي المحطة الرئيسية مثلما تفضلت تستقبل الزائرين هناك من يحاول الالتحاق بركب الزائرين باتجاه كربلاء للحاق بركب أربعينية الإمام الحسين ومناسبة أربعين حسين عليه السلام وهناك من بدأ بالعودة بتفويج عكسي إلى مدينة النجف الأشرف للذهاب إلى إما مدنهم في المحافظات الجنوبية أو المغادرة عبر مطار النجف الدولي نعم النجف استقبلت الكثير من الزائرين الحصائيات تتحدث عن مطار النجف 180 ألف مسافر جاءوا إلى محافظة النجف الأشرف عبر مطارها ولغاية اليوم السابع عشر من الشهر الصفر وهناك من غادر بمعدل 90 ألف مسافر غادروا عبر المطار ولكن مستمرون في زيادة هذه الأعداد باعتبار أن المناسبة تفصلنا عن أيام قليلة عن المناسبة هناك جملة من الخدمات التي شهدتها المحافظة بدءا من المؤسسات الدولة إضافة إلى المواكب الحسينية التي تشارك بفاعلية أكثر من 17 ألف بوكب موجود في محافظة النجف الأشرف وحتى يدخل إلى أراضي محافظة كربلاء كلهم كانوا يقدمون الخدمات وسيستمرون في رحلة العودة في زيارة وفاة النبي نجاح تفصلنا عن انتهاء مراسم 40 أمام الحسين عليه السلام أسبوع حتى ذكرى وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نفس الخطة الأمنية نفس خطة الخدمات لكن ربما ستكون الأعداد الأمنية أقل والجهد الخدمي أقل باعتبار أن زيارة عادة ما تكون أقل حجما من زيارة 40 أمام الحسين عليه السلام معنا ذلك منتظر أنه لربما حركة المطار مطار النجف الأشرف لا زالت حركة مستمرة حتى الوصول إلى ساعات متقدمة أو ساعات الذروة هل سجلتم تلكؤا فيما يتعلق بآليات النقل خصوصا نحن نتحدث عن طائرات منتظر المطار النجف الأشرف ما زال فاعلا لغاية هذه اللحظة الأرقام تتحدث عن أكثر من 141 رحلة في اليوم في اليوم أمس طبعا أتحدث الإحصائية اليوم سوف تأتينا يوم غد إن شاء الله 141 رحلة بمعدل أكثر من 22 ألف مسافر وبالتالي هناك حركة دؤوبة مطار مثل مطار النجف يستقبل 140 رحلة هذا رقم كبير بالنسبة له الحركة الطبيعية لا توجد هناك إخفاءات لغاية هذه اللحظة في المطار إن كنا نتحدث عن النقل البري نعم وزارة النقل وفرة عبر شركتها شركة النقل الخاص وفرت أكثر من 5800 مركبة لنقل الزائرين من القطوعة الأمنية ولغاية المحافظات الجنوبية يعني ربما هذا الرقم لا يتناسب بع حجم مثل هذه زيارة برغم كل الجهود المبذولة من وزارة النقل وإضافة إلى مشاركة هيئة الحج والعمرة بمركباتها نعم نجاح نتحدث الآن عن بابل عن حلقة وصل مهمة بين الزائرين وكربلاء المقدسة ولربما الآن نتابع مسير الزائرين من خلف علي الجميلي ولربما نتحدث أيضا عن زائرية العاصمة بغداد بالتحديد علي نتحدث بالمجمل عن حركة أو مسير الزائرين من خلفك كيف تبدو الأجواء هل هناك صعوبات ونتحدث عن الخدمات المقدمة تفضل نعم نجاح يعني إذا نستطيع أن نتحدث عن خط السير فهذه اللحظة بالتحديد كل خطوط السير الرابطة بكربلاء الخمسة وعشرين خط هذه كلها ممتلية عن بكرة أبيها بشكل كامل هذه اللحظة بالزائرين المتوجهين سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة في المحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الشرقي كلها ممتلية أهالي الحلة وخاصة في المناطق الجنوبية الواقعة جنوب محافظة بابل أيضا بدأوا يشدون الرحال إلى كربلاء وأصحاب المواكب في تلك المناطق ذهبوا يلاحقون السائرين إلى كربلاء يتقدمون معهم إلى كربلاء وينصبون المواكب يسبقونهم حتى يوفروا لهم الخدمات الكاملة خدمات مستمرة على مدى 24 ساعة في كل المحاور بالإضافة إلى جهود خدمية كبيرة تقدمها بلدية حلة عبر الكثير من الفعاليات وهناك جهود خدمي بشكل كبير على مستوى تنظيف الشوارع وتزويد المواكب الحسينية بالمياه اللازمة وكذلك غسل الشوارع بشكل مستمر وهذه العمليات تجري في كل المحاور يرافقها جهود أمني كبير هناك مراقبة بالكاميرات لكل خطوط السير ومراقبة لعملية التفوج العكسي ومراقبة سير المرور حتى لا تحدث هناك زحامات في العقد لغاية اللحظة لم يؤشر هناك أي اختناقات مرورية في كل خطوط التفوج العكسي الخارجة من كربلاء المرة عبر بابل في اتجاه الشمال أو الشرق أو الجنوب إذن علي الجميلي من بابل منتظر الشريفي من النجف الأشرف حسن المحنى من كربلاء المقدسة شكرا لكم جميعا